يا أهلا بحضراتكم مرة أخرى لسا مكملين مع حضراتكم حديث مؤكد عن هذه المواجهة الكبيرة مواجهة منتخب مصر ومنتخب السنغالي في تصفيات كأس العالم شرفني وينورني في هذه الفقرة للتحليل المنتخب المصر وأيضا تحليل المنتخب السنغالي في هذه المواجهة الكبيرة اتنين من الأصدقاء العزاء محمد جمال وفاروق عصاب محمد مشرف ومنورك العادة حبيبي يا كريم ودائما بقصوط ومبهود معك أنا أتشرف جدا فاروق أتشرف جدا بتواجدك معي لأول مرة شكرا في جاء كريم وإن شاء الله تبقى مش أول خير مرة يا حبيبي شرف كبير لاي شكرا شكرا جزيلا طيب الجملة العامة مواجهة كبيرة خلاص إحنا قدلناها كم ساعة إحنا قدلناها 24 ساعة والمواجهة تنطلق المواجهة الكبيرة الحلمي يعني المواجهة دي أنت وإحنا خلاص فاضل ساعات على هذه المواجهة حاسسها إزاي حاس ان احنا قريبين حاس ان احنا نقدر حاس ان الجيم 50-50 حاس ان احنا جاهزين بنسبة مية في المية إحساسك بالمباراة دي المباراة 50-50 طيب أي مباراة في مبارايات النوكاوت الأخيرة في الخمس جوالات نفس ما ينطبق على الخمس مواجهات وينطبق على مباراتنا مع منتخب السنغال وإحنا باللعب منتخب السنغال فول تيم بسكواد والكامل نفس اللي أنا بتقريبا هيبدأ قدامنا في ظروف صعبة جدا جدا في أمم أفريقيا من شهرين في الكاميرو المباراة انتهت بالتعادل السلبي حاسسها البعض دي أنا شايفها غير مبررة طريق بنحترمه بشدة سكواده جيد جدا اللي أناب اللي هيبدأ بيه أكيد اللي أناب محترم لكن أنا أحترم المنافس وديله قدره ده شيء صحي جدا لكن الخوف المبالغ فيه أو الرعب المبالغ فيه من إحنا لأ عندنا ونقدر وده مش كلام للدعم ده حقيقة على أرض الملعب وأكبر إثبات زي ما بدأت كلامي فاينال أفريقيا الناس تقيد المطش تاني وتتفرج عليه والمباراة بتانتهت بالمناسبة حتى لما بيجي من التحدي الدولي يقيم النتائج المباراة انتهت بالتعادل سفر سفر ده ركلات الجزاء لا تحتسب من ضمن التصنيف وآخر فرستين في المباراة كارورينا بتعمرها الحمد كورتين بتعمرها هكنا ممكن نحسم المباراة كمان ونختفر المباراة بشهولة جدا فانت إزاي تلعب ده وإزاي تشتغل على ده هو ده اللي إحنا هنجاوبه خلال الحلقة لكن أنا شايف إن الأمور في الملعب مش من باب التفاؤل بس لكن إحنا نقدر المباراة على أرضنا الظروف البدنية على الأقل أفضل بكتير مما كنا عليه فان الأفريقية نحن لعبين ثلاث مواجهات فيهم 30 دقيقة زياد أكستر تايمز وضغط نفسي في أنك بتلعب كمان ركلات الجزاء بعد الضغط البدنية ده بتخسر اثنين من أهم أعملتك ومعندكش حتى الفرصة أن انت تجاهز اللعبة نفسيا اللي انت تدخلهم وده كان نجاح كبير جدا لكارلس كوروشن وقدر يدخل محمد عبد الملع من خلال المجرات خاصة كمان بعد إصابة حجازي وعتمد عليه مع الوينشي وقدر يدخل عمر كمال عبد الواحد بعد إصابة أكرم ومعندوش حتى الفرصة أن يحط له بديل خلال البطولة فطبعا كل الحاجات دي مؤشرات بتديك كتير من التفاقل قبل مواجهة السنغال إن شاء الله طيب فاروق الثقة نازم عندنا الثقة واحنا عندنا الثقة في لعبتنا فاكرا أنا تصريح لكارلوس كوروش قبل الكاس الأمم الأفريقية لم قال أنا عندي أفضل لعبة في العالم أنا اللعبتي بالنسبة لي هم أفضل لعبة في العالم مهم كمان إن إحنا زي ما إحنا شايفين المنتخب السنغالي منتخب قوي هو كمان شايفنا منتخب قوي ومهم إن إحنا كمان نشوف نفسه منتخب قوي أعتقد ما كانش فيه أفضل من بطولة أفريقيا إن إنت تستعيد بيها الثقة بعد النسخة اللي فاتت من البطولة وحتى كارلوس كيروش في تصريحاته اللي تكلم عليه دي ممكن كانت قابل البطولة لكن أعتقد إنه هو بعد البطولة التصريحات دي لو كانت بيقولها مرة واحدة هيقولها في كل مؤتمر ويقولها في كل مرة لأنه هو ما كانش يحلم بالقماشة اللي موجودة في اللعب المصري ما كانش يحلم هو حد ما استغرب إن إحنا بنلعب إزاي مئة وعشرين ديئة ثلاث مرات في البطولة ورغم كده أنت بتقدم أداء بدني في المباراة النهائية أفضل من المنتخب السنغالي في الأشواط الإضافية وزي ما قلت يا كريم كان ممكن في الأشواط الإضافية إن منتخب مصري يقدر يسجل ويختف اللقب فهو حتى كارلوس كيروش وأعتقدش أنه مر بتجربة اللعب المصري وإصراره وعزمته لأنه هو اللعب المصري لما بيمثل منتخب بلده وبيشوف الشعب المصري كله ملتف حوالين المنتخب بياخد باور إضافي وبيبقى عنده طاقة كبيرة جدا وده ترجمها في بطولة الأمم حاليا إحنا لازم يعني ظروف حاليا المباراة ضد المنتخب السنغالي هي أفضل بكتير بالنسبة للمنتخب المصري أنت بتواجه المنتخب السنغالي بدون إجهاد لعيبتك بتواجه المنتخب السنغالي في مبارتين حياة أو موت أعتقد أن الدوافع بالنسبة لعيبت المنتخب المصري يعني عندك أكتر من دافع للفوز ولو تكلمنا عن الدوافع أنا نتكلم عن نقط كتير جدا منها أن احنا بتلعب وسط جماهيرك أول مرة بعد فترة طويلة جدا يبقى فيه أكتر من 60 ألف متفرج موجودين في الملعب أنت بتلعب مبارتين هيأهلك لكاس العالم هيأهلك أن أنت تلعب بفوز منتخبات عملاقة بتقدر اللعيب الموجودة دلوقتي أعتقد أن الجيل الحالي آه ما كانش محظوظ في التتويج بألقام لكن إحنا الجيل الحالي وصل للنهائيين بطولة الأمم الأفريقية ولو قدر يتأهل النسخة الحالية في كاس العالم هيبقى هو أعتقد الجيل الوحيد اللي قدر يمس المصر عالميا في نسختين متتاليتين وده إنجاز كبير جدا أعتقد العيبة كلها عندها لدوافع أن هي تتأهل للنسخة القادمة في كاس العالم عظيم جدا طيب منتخب السنغالي هذا المنتخب القوي دائما نتحدث عن فكرة أنه فرنسا عندها نقاط ضعفة إيطاليا عندها نقاط ضعفة برازيل عندها نقاط ضعفة أكبر منتخبات العالم عندهم نقاط ضعفة ويمكن استغلالها أكيد المنتخب السنغالي أيضا وهو عنده نقاط قوة عديدة عنده نقاط ضعفة أكيد موجودة طواما منتخب السنغال قبل ما نتكلم على نقاط الضعفة بتاعت منتخب السنغال خلان نشوف انه دائما بنتكلم احنا هنتعامل ازاي مع المية والثمانين دقيقة مش بس هنبص على هتسانين دقيقة دي نقطة مهمة لانه نقطة اولى الرسالة للجمهور ما تستعجلش لعيبتك لانه انا شايف انه اهم منك تسجل وان كنت اكيد بطالب بالتسجيل اكيد نفسي منتخب مصري يسجل في القاهرة لكن الاهم من التسجيل هو عدم استقبال اهداف لان الامور هتتعقد عليك بشدة طيب لقدر الله تقبلنا ما عندكش غير الدعم لازم تفضل تدعم طول الوقت علشان تطلع بافضل نتيجة من القاهرة وبالتالي لكل مقام مقال في التسعين دي اللي بقين في السنغال طيب اول نقطة هنتكلم عليها في نقاط دعاف المنتخب السنغالي هو الزهير الايمن الزهير الايمن عنده مشكلة الا وهي ان اسمايلا صار قدراته الدفاعية على الارتداد وفي الغالب هو اللي هيلعب على الجناح اليمين قدام بونسار هو اللي هيكون موجود ما بيرجعش يعمل له الارتداد فالناحية اليمين بتاعت المنتخب السنغالي الناحية الشمال بتاعتنا اللي في الغالب هيكون فيها احمد فتوح مع واحد من الاثنين يا ام عمر مربوشي ام وحمود حسن تريزيجي عندهم الفرصة دايما من خلال شكل اللعبة بتاعنا ما نتكلم على منتخب مصر هنتكلم هو ليه انا بتكلم على الجابها دي تحديدا لان الجابها التانية زي مباراة فاينال بطولة افريقيا هي جابها نارية الجابها قوية جدا جدا اللي موجود فيها محمد صلاح اكيد هم هيعملوا حساب الزيادة بتاع ساليو سيس هكون الزهير الايسل المنتخب السنغالي هكون بحساب ساد يومانيا هيرجع وهيرتد عشان نقفل مع ساليو سيس لان القدرات البدنية بتاعت ساد يومانيا افضل كتير من اسماعيل اصار وقدرته على الارتداد الريباوند بتاعه اقل بكتير فالناحية الشمال بتاعتنا اليمين بتاعت المنتخب السنغالي وده هنروح منه لما نتكلم على منتخب مصر الاربعة تلاتة تلاتة اللي بيشتغل بها كيروش وايه هو التشكيل المتوقع الافضل اللي احنا نشتغل به في القاهرة لما نجي نتكلم على انه ليه الاربعة تلاتة تلاتة والناس بتطالب ان احنا يبقى عندنا عناصر هجومية من بداية المباراة وانه غير الاربعة تلاتة تلاتة اللعيبة حفظت الاربعة تلاتة تلاتة مع كارلوس كيروش قدروا ان هم يصلوا بها الفاينل افريقيا رغم كل الظروف الصعبة والمنحانات البدنية الصعبة جدا اللي انت مريت بيها بالاضافة للاصابات اللي مريت بيها ما قدرتش تستدلها خلال البطولة فالاربعة تلاتة تلاتة ليه؟ لان انت بتشتغل باثنين دابل ايت في وسط الملعب وراهم لعيب مركز ستة اللي هو في الغالب بيكون حمد فتحي بتعتمد على اثنين دابل ايت محمد النني ناحية ليمين وعمر السولية ناحية الشمال بتعمل ايه؟ في قاعدة بسيطة جدا في الكورة بيقولك الجناح اللي هتاجم منه وانت بتلعب اربعة تلاتة تلاتة في الضابل ايت لازم اللعيب بتاع مركز ثمانية ينزل تحت شوية عشان يقدر يعمل لك الترانزيشن دياجونالي أو بشكل قطر يعني لما ينزل محمد النني هيبقى عينه دايما الاسبيس راحة فين الدياجونال اللي يبقى بيمركز معنا هو هيطلع ويسند على محمد صلاح فدايما يبص فينا على البلاين سايد بتاع الفرقة البلاين سايد الناحية اللي هنتكلم عليها اللي هي في ظهر بوناصار اللي في الاساس وفي مركز التكوين في ميدزو في مارسيليا كان بيشتغل راجل لعب شوية كراجل سنتر باك ولعب شوية كجناح ملعبش باكرايت إلا لما راح بارني مونيخ وفترات الأخيرة اللي في مارسيليا لما لعب باكرايته ما بيلعبش حتى الفترة الأخيرة وده من ضمن المكتسبات المهمة جدا فيه لعبة كتير في منتخب السنغال مش في حالتها مع أنديتها وعلى رأسهم بوناصار مع بارني مونيخ ما بيلعبش بيلعب بينامين بابار هو اللي بيلعب أساسي ملعبش كل المبارات اللي فاتت لعب خمس دقايق وفي مباراتين من وقت بطولة أفريقيا خمس دقايق بس مع بارني مونيخ ده بيقولك انه لقى عندهم نقاط ضعف نكلمنا على واحدة منهم ونكمل بقى فيما هو قادم فروق ايه تاني ممكن يبقى عند المنتخب السنغالي نقدر نستغله بشكل كويس أهم حاجة عند المنتخب السنغالي أعتقد أنها بانت في النهائي أفريقيا زي ما تكلم محمد التقدم الزيادة الزهير الأيسر شوفناه في نهائي أفريقيا هو تعريبا طير على طول وبيتغطى بمندي يلعب لستر سيتي اللي بيقدر يتحرك بيرحل ويغطي في الجبهة اليسرى هو بيعتمد دايما على الزاهرين وعلى تقدم الزاهرين ده بيساعد في 4-3-3 الخطة اللي بيلعب بيها المنتخب السنغالي بيقدر يخلي سادي وماني يدخل للعمق وده دوره حتى في ليفربول مع كلوب هو ومحمد صلاح بيقدر يدخلهم للعمق بسبب تقدم الزاهرين اللي عندهم فأنت بيبقى في مساحة كبيرة في نص الملعب لما مندي بيرحل عشان يغطي سيس بتبقى في مساحة دايما ما بين الخطوط ما بين خط الدفاع وما بين خط الوسط لازم يتواجد فيها لاعب عندنا أو احنا بنلعبش بالعيب رقم 10 اللي هو يقدر يتواجد في الزون 14 أو المساحة اللي موجودة ما بين الخط الوسط وخط الدفاع لكن لازم الجنبين بتوعنا احنا كمان يضموا لجوه مرموش يتواجد في المنطقة دي شفنا حتى ضد ليبيا التصويب اللي شاطكت من المنطقة دي فالمنطقة دي أعتقد أن هي صغرة كبيرة في المنطقة السنغالي لو قدرنا نستغلها خصوصا ان كوليبالي ووديالو بيتقدموا ممكن للمواجهة فهيبقى في مساحات في ظاهرهم ممكن تلعب فيها السروباس وتستغل التقدمهم فاحنا لازم نستغل المنطقة دي في وسط الملعب طيب النقطة دي فيه نقاط ضعف أخر قل دي النقطة النقطة اللي بتكلم أنا مباشي تنف نقاط الضعف الكتيرة دي النقطة اللي بتكلم فاروقي لكن أنا كنت برحلة شوية لجزئية الماتشون وتقسيم الماتشون ليه لأنه دي بتبقى نقطة ضعف إمتى لما بيلعب منتخب السنغالي بثنين في وسط الملعب لما بيلعبوا بتلاتة بيأمنوا النقطة اللي كان بيتكلم عنها فاروق فمتبقاش نقطة ضعف ليه لأنه بيلعب بتلاتة في وسط الملعب بيعتمد على شيخه كوياتي إدريس جانا جاي ونابلس مندي تلاتة حتى لما برحل واحد منه من ناحية الشمال أو ناحية اليمين عشان يعمل ريبليسمينت ويقفل في ناحية الشمال أو ناحية اليمين بقى فيه اتنين دايما سابتين في وسط الملعب اللي سابت قدام الاتنين سنتر باك سيشيخه كوياتي دايما لأنه لعب فترات طويلة جدا سنتر باك فبيقدر يقفل قدام الاتنين سواء خليدوا كل بالي أو عبدو ديالو بيقفل قدامهم بشكل ممتاز إمتى بقى هم بيقعوا في الحتة دي لما نكبروا منهما يلعبوا باتنين في وسط الملعب مش بتلاتة إنه هو يبتري يغير اللعيب التالت في وسط الملعب لأمادو ديانج أحمدو ديانج للعيد من التلاتة اللي موجودين في العمق اللي أدوارهم في الغالب بتكون دفاعية عشان يعمل الزيادة والكثافة في وسط الملعب إمتى بقى بتتحول لنقطة ضعف لما بيضطر تحت ضغط النتيجة أو تحت ضغط التسجيل ودي نقطة ضعف التانية في المباراة هناك لو تاني عشان كنا بقول ما نستقبلش أهداف أهم نقطة إنك ما تستقبلش إلا إنك هتحول الضغوط حتى لو خرجت بتعادل سلبي في القاهرة هتحول ضغوط التسجيل من عليك لمنتخب السنغال فمش هيلعب بالأربعة تلاتة تلاتة اللي كان بيلعبنا بها لإنه ساعتها لما يتعادل معك سلبيا في القاهرة حتى لو تعادلت سلبيا كنت أتمنى الفوز بشباك نظيفة إن شاء الله حتى لو تعادل معك هيبقى بيكرر 120 دقيقة في الكاميرون 90 دقيقة في القاهرة دون أن يستطيع التسجيل في منتخب مصر وبالتالي هيحاول أن يغير من استراتيجيته وبوجود ثلاثي يميلون للجانب الدفاعي في خط الوسط فهيغيرهم بلاعب من اللعيب اللي عندها اللي احنا ضربنا أمثلة بلاعب من عنده نزعة هجومية في التلاتة اللي في وسط المعب فما يكون عندي ده يبطني بقى النقطة اللي كان بيتكلم عليها فاروق إن أنا الترحيل هيخلي دايما إنه فيه لعيب واحد بس هو المتواجد بقى بين خط الوسط وخط الدهر هو اللي بيعمل المشامدة الدفاعية لإنه فيه واحد يروح يغطي دايما على ساديو ماني أو ساليوسيس دي نقطة الضعف التانية المهمة جدا لكن نقطة مؤجلة لمباراة العودة مباراة القاهرة هم بيحترموا المنتخب المصري جدا جدا وللنس تاني رسالتي للناس وإن كان قلتها في بداية الحلقة أو هكذا تاني رسالتي للناس المرعوبة جدا من وجهة السنغال منتخب السنغال نفسه بيحترم المنتخب المصري جدا بدليل إنه حتى التغييرات بأربعة تلاتة تلاتة بنفس الشكل بتلاتة عندهم النازعة الدفعية زي ما أنت بتلعب بأربعة تلاتة تلاتة بثلاثة عندهم النازعة الدفعية فللناس اللي متخوفة منتخب السنغال ما هواش المنتخب المرعب لكنه منتخب قوي جدا طبعا دايما الكلام على التلاتة اللي في النص محوى الأداء منتخب مصري بيبدأ وينتهى عند تلاتة اللي في النص دفاعيا وهجوميا تلاتة اللي في النص دايما هم الحيرة حمد فتح عمر سرع نيني ولا يدخلوا واحد زي زيزو ولا تدخلوا واحد زي زيزي ولا تدخلوا واحد زي أفشا تدخل تلت له نزعات هجومية أنت بتفضل إيه في المواجهة الأولى في المواجهة الكار إحنا لو كلمنا على أسلوب لعبة 4-3-3 فأنت عشان تهاجم إحنا لو رجعنا لبطولة الأمم المنتخب المصري لو قيمناه دفعيا هياخد ممكن تدي له 9 من 10 يعني أنت منتخب ما جاش فيك أهداف ضد الكاميرون ما جاش فيك أهداف ضد السنغال وده في حد ذاته إنجاز كبير لكن لو قيمنا المنتخب هجوميا تقييم هيبقى متراجع جدا لسبب بسيط أن أنت السلاسة اللي بتتكلم عليه في نص الملعب هو يأمن لك دفاعيا بشكل ممتاز جدا السلاسة عنده الوركريت عالي جدا مش هتلاقي منهم صغرات هتلاقيهم بيغطوا في المساحات بشكل مثالي شفنا أنني لما حب كيروش يقدم صلاح ويلعبه في العمق شفنا أنني إزاي بيرجع وتتلاعب أربعة أربعة أتنين فلات وبيتواجد في الجناح الأيمن فأنت عندك لعيبة عندها الوعي الدفاعي في وسط الملعب سواء النني أو حمدي فتحي أو السلاية فوق الممتاز لكن لو تكلمنا عنهم هجوميا فهم مش موجود منهم اللعب اللي يقدر يخلق لك الحلول ما فيش اللعب اللي يقدر يعمل السرو باس آه عمر السلاية ممكن يكون اللونج باس عنده ممتاز جدا وشفناه مع الأهلي يقدر يودي اللونج باس بشكل ممتاز جدا لكن السرو باس على الأرض واللعب اللي على الأرض مش موجود عند عمر السلاية لو تكلمنا عن النني ما عندوش مهارة المراوغة ما عندوش إنه هو يقدر يروح يفتح لك مساحات اللي شفنا لوكا مودريتش مثلا في الكلاسيكو إزاي بيقدر يقطع مساحة كبيرة جدا في وسط الملعب ويروح ويسلم بنزيمة وريان مادريد سجل بسبب لعيب وسط اللعيب اللي احنا نقول عليه خلاق اللعيب اللي يقدر يعدي واحد على اثنين ويعمل السرو باس ويودي اللعب ده مش موجود عند كارلس كروش أو مش موجود في السلاسي ده فأنت تحل الأزمة دي ازاي أو تحل المشكلة المعضلة بتاعت وسط الملعب دي وتخلق لعيبة تقدر تصنع اللعب أو لعيبة موجودة في مناطق خطورة إن انت لازم تهاجم بالظاهرين اللي موجودين عندك في بطولة الأمم يمكن كان فيه ما يعيب المنتخب المصري شوية إن الظاهرين عندنا ما بيقوموش بدورهم الهجوم زي ما بيقوموا بدورهم الدفاعي ما بتقدمهمش إنت لما تقدم الظاهرين هتخلي محمد صلاح يخش في وسط الملعب أو يضم الجوة هتخلي مرموش يضم الجوة فمنطقة صنعة اللعب هتبقى عندك فيها لعيبة وده اللي هيفرق كتير جدا مع المنتخب المصري فأنت لو قررت تعتمد على السلية وحمدي فتحي وإنني لابد من دخول محمد صلاح ومرموش في المنطقة دي أعتقد محمد مجدي أفشا لو تواجد هيبقى فرصته الوحيدة هو يتواجد في المباراة اللي موجودة في القاهرة لأن المباراة اللي هتلعبها في السنغال لو قدرنا إن شاء الله نخرج بشباك نظيفة هتحتاج اللعب السريع والارتدادات وأعتقد أن محمد مجدي أفشا مش أحسن لعب يلعبك يقدر يحرك الهجمة بسرعة فأنت هتحتاجه ممكن تحتاجه في المباراة اللي هنا لكن لو هناك حبيت تدخل لعيب على السلاسة وسط الملعب أعتقد زيزو الأنسب وإن كان في بطولة الأمم كان بيدفع بتريزيجية في وسط الملعب ويخلي زيزو الجناح نظرا إن زيزو متفوق في الكرات العرضية ممكن هو أفضل لعب في المنتخب المصري بيقدر يلعب كرات عرضية فإحنا لو شفنا تغيير أعتقد أن تريزيجية ممكن هو يتواجد في الحتة دي عظم جدا عايز سألك على أدوار مصطفى محمد في طريقة لعب كالوس كيلوش عشان مصطفى محمد أو المهاجم رقم 9 المهاجم المنتخب بطريقة كالوس كيلوش أدواره بتبقى إيه يمكن تكلمنا على النقطة دي على مصطفى محمد مع نهائي بطولة أفريقيا وتكلمنا أنه الانتقاط زيادة شوية على مصطفى رغم أن الراجل بينفذ اللي بتطلب منه اللي طلبه منه كالوس كيلوش أنك بتنزل تلعب 100 بلوك يعني بتدافع من منتصف ملعبك بتعمل دفاع متوسط بتبتدي تقفل زوايا التمرير على الخط الخلفي عشان تمنع البلدوب بتاع الفريق المنافس نجحت أمام كوتيفوار نجحت أمام المنتخب المغربي كان بيضغط على رومان سايس بشكل كبير جدا نجحت حتى أمام المنتخب السنغالي في خروجهم بالكرة كان بيضطر خليديو كليباني أنه يعمل اللونج باس أو الكرة الطويلة ليه؟ لأنه بتضغط عليه دايما من المهاجم بتاع منتخب مصر اللي هو مصطفى محمد فالأدوار التكتيكية اللي بتطلب من مصطفى محمد الرجل بيقاديها على أكمل وجه ما ينقص ما ينقصنا خلال المباراة أنه أنت بتلعب ميد بلوك أو بتلعب دفاع متوسط وده الأكثر واقعية لأنك لو نزلت لوك بلوك أو دفاع منخفض هتستقبل لعب كتير يبقى عندك مشكلة لو أنت طلعت تغطي من فوق يبقى عندك مشكلة فالدفاع المتوسط هو الأنسب للشكل الحالي المنتخب مصر بالأربعة ثلاثة ثلاثة ما ينقصنا فقط هو سرعة الارتداد وده اللي عملناه في مباراة المغرب ده اللي عملناه في مباراة كوتفور يعني قدرنا نعمله في طولة أفريقيا لأنه الناس أنا واحد من الناس شايف طبعاً أن الجزء الدفاعي والمجموعات الدفاعية اللي قدر يعملها كاروس كيروش مع منتخب مصر شيء عظيم جداً ما تعملش في مصر قبل كده لكن ما كناش جيدين على نفس الدرجة هجومية لكن كان عندنا حاجات بتتنفذ وفيه باترن بيتنفذ والطروع على محمد صلاح دايماً والترانزيشن اللي كان بيقول اللي كنا بنقدر نعمله من خلال عمر السولية كان بيحصل مرة واثنين وثلاثة في ده من سميه في الكرة باتر أو نمط بيتكرر كتير جداً إنه في حاجة بتتألف التدريب إجمالاً الأربعة، ثلاثة، ثلاثة بوجود عمر السولية كورقة مهمة جداً جداً وأرجع لك بقى تاني السؤال اللي كنت بتسأل فاروق أضيف عليه نقطة بسيطة إنه أنت عندك ورقتين مهمين أو في وسط الملعب ورقتين مهمين جداً 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 بين مطين مختلفين بنسبة كبيرة مش هنبدأ بهم المباراة لكن هما ورقتين مهمين جداً كتغييرات الشوت التاني عندك اتنين بروفايلز اللعيبة التمانيات لو اعتمد عليهم التمانيات كارلس كيروش اللعيب الأولاني هو أحمد سايزيزو هو اللعيب الأفضل في المنتخب المصري اللي قدر يلعب في المركز ده ناحية اليميل اللي بيعمل يعني بيحط الكرة تحت رجله كده بلغة الكرة ويقدر يتعلق بها 10 أو 15 متر ويبتر يعمل الباس بعد كده فيقدر يسحبك دي طريقة من طرق الترانزيشن أو طريقة من طرق التحول إن العيب بيطلع بيشدك لفوق ويحط الكرة تحت رجله يقدر إنه يشد الفرقة لفوق ويبتر يويت ويبتر يعمل الباس بعد كده عشان يطلع الفرقة دي واحدة من ضمن الطرق الطريقة التانية المهمة جدا هي إنك بتحط العيب كدراته الهجمية زي ما أحيانا حاول يجربها مع عبدالله السعيد أو أفشف البطولة العربية قبل كده إنه يعتمد على العيب الباسير اللي عنده دقة في الباس في وقت من الأوقات مع الاعتماد على الزيادة الهجمية من الثلاسي نهاية الثلاسي الأمامي أعتقد إنه سرعة الارتداد ده اللي هيشتغل عليه كارلوس كروش مش هغير كتير في الكور بتاع الفرقة الأربعة وقدامهم الثلاثة اللي احنا اتكلمنا عليهم الثلاسي سواء عمر مرموش أو محمود ريزيجي في الشمال مع صلاح مع مصطفى محمد مهم جدا جدا لما تاخد الكورة لأنه في رقم جيد جدا عند المنتخب السنغالي إحنا عملناه في البطولة دي نفس الرقم لكن هم كانوا نمط عندهم أعلى شوية لكن إحنا بنقدر نعمله وقدرنا نقفله عليهم في مباراتنا معهم الترانزيشن بيتم في خمس ثواني وفي ست ثواني وده رقم كبير جدا نستطيع تعمل الترانزيشن في وقت قليل زي ده فإحنا بنقدر نعمل ده بالطروع على محمد صلاح والتحاولات اللي بعملها مرموش بشيء من الدقة والتوفيق أعتقد إن شاء الله هنقدر نعمل واحدة أو اثنين خلال مجرد الجملة الأشهر هي فكرة نقل الدفاع أو التحاول الدفاعي للهجوم لمنتخم مصط أنت تدافع بشكل جيد جدا ولكن التحاول أحيانا بيبقى فيه بط أحيانا ما يبقاش فيه تحرقات يعني مثلا أنا بتصور دايما في فكرة 4-3-3 في أي مكان في العالم أشوف الباكات بتوعي بيعرفوا يهاجبوا بشكل كويس يبقى عندهم مساحات يهاجبوا خاصة أنت الاتنين تمانئة بتوعك هيعرفوا يغطوهم بشكل كويس إزاي نتحول هجوميا بشكل مرضي إحنا بندفع كويس جدا ولكن التحاول هجومي أكيد كلنا نفسنا نشوف تحاول أفضل كمان زي ما قال محمد البتر المهم جدا أن أنت تتحول هجوميا ولازم يبقى فيه تدريب على سرعة التحاولات الهجومية ولازم اللاعب لما بتقطع الكرة لازم يبقى هو عارف قبل ما يقطع الكرة هو هيلعب الكرة لمين وهيطلع على مين سواء موجود مصطفى محمد أو العيف وسط الملعب يطلع عليه ويتحرك سواء محمد صلاح أو مرموش من الخلف ويفتحه المساحات لأن أنت عندك دايما محمد صلاح بالمنافسين نشوف ليفربول بيقدر حتى رغم أن محمد صلاح العيب يمتاز بالسرعة والتحرك في المساحات لكن هو اللاعب دايما اللي أنت ممكن تسند عليه وتلعب عليه الهجمات المرتدة لأن محمد صلاح لو لعبت له الباس في رجله أعتقد أنه ما فيش مدافع حتى تحت أي ضغط هيقدر ياخد الكرة محمد صلاح ومع الالتفاف هيبقى موجود مساحات في خط الدفاع على المنتخب السنغال اللي تقدر تستغلها لكن النقطة المهمة اللي أنا عايز أتكلم عليه برضو يا كريم هو عنصر المفاجأة أعتقد أن كارلوس كيروش عنده من الجرأة وعنده من الخبرة أنه هو يقدر يفاجئ المنتخب السنغالي أنت المنتخبين تقريبا لعبوا سبع ماتشاط أو أكتر في بطولة الأمم فهو شبه منتخبات محفوظة أو طرق اللعبة محفوظة سواء المنتخب السنغالي أو المنتخب المصري إحنا إزاي نقدر نفاجئ المنتخب السنغالي أو إزاي نقدر مع بداية المباراة يبقى فيه ربكة لحسابات المنتخب السنغالي اللي هو درسك كويس جدا وحفظك كويس جدا فأنا أعتقد أنه معانا ربع ساعة أو عشر دقيقة ممكن تستفيد بها في الحضور الجماهيري تعمل الهاي بريس على المدفعين المنتخب السنغالي لأنه إحنا مدفعين المنتخب السنغالي عندهم ثقة في نفسهم كبيرة جدا وهما طبعا أهل للثقة دي واحد يلعب في نابولي واحد يلعب في بريسان جرمان دياله كل بالي لكن إنت لما تفجأوا في أول ربع ساعة أن أنت بتضغط عليه من قدام وبتقدر تقطع الكورة في مناطق خطر لأن إحنا حتى في المباراة النهائية المنتخب المصري عندنا في إحصائية سلبية شوية أن إحنا مقدرناش نقطع ولا كورة في التلت الأول للمنتخب السنغالي ما بكونناش بنضغط عليهم في تلت ملعبهم لكن دلوقتي أنت بتلعب في ملعبك وأعتقد أن أنت حتى مستر موسيمين عملها في الأهلي في مباراة الهلال في كاس العالم الأندي بدأ المباراة بضغط علي جدا وضطر لعبة الهلال معين لعبة الهلال في الدور السعودي لو اللي بتفرج عليهم بيلعبوا برضو زي المنتخب السنغالي بيحضروا من وراء وابدأوا الهجمة من وراء فأنت لو فجأت المنتخب السنغالي بشكل مختلف خصوصا في أول ربع ساعة أعتقد أن دي ممكن تسمر عن شيء وخصوصا أن أنت لو تقدمت في بداية المباراة تقدر بعد كده تتراجع للميديم بلوك وتقابل من نص ملعبك وتلعب على المرتدات وسعيدها أن أنت تقدر تسجل هدف تاني يعزز فرصتك في مباراة العودة ومش يبقى فيه ضغط على اللعبة لأن أنت خلاص تقدمت بهدف مبكر وده مهم جدا تسجيل هدف مبكر عظيم جدا أنا أبقى أشكرك شكرا جزيلا يا فاروق شرفتني حقيقي ونورتني وكنت ممسوط جدا بتواجدك معي شكرا يا كريم شكرا جمالك العادة بتشرف جدا شكرا جزيلا يعني